اول حاجة هم ثنائي ليفر كول تلينتا اريكزاندر ارنولد ومحمد صلاح وطبعا لو انت جايب سادي يوماني ارنولد اتعرض لاصابه مقابل التوقف الدولي والكلام دلوقتي عن ان هو ممكن يغيب ماتش واتفورد محمد صلاح وستادي يوماني الاتنين تنهيقوا راجعين من تصفيها الكاس العالم في كلام او في احتمالات بتقول ان هم ممكن الاتنين يكونوا مريحين في ماتش واتفورد او واحد منهم على الاقل والسؤال هنا والاهم انا دلوقتي لو عندي ارنولد وعندي صلاح اعمل ايه في الاتنين دول هل ابيعهم ورجعهم بعد ما ش سيتي مسلا اكون استفدت بالجولتين دول بالعيبة تانية واقدر اججعهم بعد كده خلني اقولك ان انت بالذات لو انت ما عندكش والد كارد فبيع ارنولد ممكن اقول ان لا بتخرج لك ارنولد وتحط مكان روبرتسون الاتنين قريبين من بعضة في السعر الاتنين بيلعبوا في ليفر بول والاتنين باكات وجروبرتسون يقدر يغطي لك نفس النقط دي بس هيفضل بعد كده قدام في وجود بقى الماتشات اللي هي فيها دبلات في الجارة الى الثلاثة وتلاتين وستة وتلاتين وغيرها هيكون عندك مشكلة صغيرة في حيث لنت ترجعها بتغيير زيادة الامر نفسه انطمق على صلاح مع عب جريد اعلى ممكن تروح بنت صلاح لحد مثلا زي لويز دياز راجل اه برضو هيبقى لعب تصفات في امريكا الجنوبية وفيه كلام رايح جاي بس في رأي ان انت لو عندك صلاح استنى لحد اللحظة الاخيرة لان ليفر بول هيلعب اول ماتش في الجول اقصاد واتفورد وممكن تظهر لك تسريبات او حاجة تقول لك تعمل ايه في القصة دي انا شخصيا بعت صلاح ما قبل الجولة تلاتين وعندي ارنود في الفريق مش هتخلى عن ارنود هسيبه على الدكة كفاء عليه قوي تغيير صلاح اللي انا هعمله ما بعد كده وهخلي ارنود على الدكة واستبدله بحد تاني نلعب بروبرتسون نلعب بكنسلو نلعب بجيمس ايه حد من دول بس هسيب ارنود زي ما هو عشان كفاية ان انا بعت صلاح الحاجة التانية هي مين اكتر لعيبة عندها ماتشات في اللي جاي واللي جاي كلام ده كله هيفيدك لو قد انت بتلعب والد كارد دلوقتي او ما تلعبش والد كارد وبتخطط لللي جاي اكتر لعيبة عندها ماتشات في الجارات اللي جاية هو بيرنلي وابرتون ولستر سيتي عندهم 11 ماتش اي فرق عادية تلعب تمانية الناس دي عندها 11 ماتش عندهم 10 ماتشات مانشستر سيتي نورويش عندهم 9 ماتشات يعني عندك 3 فرقة متأجل لها 3 ماتشات وفرقتين متأجل لهم ماتشين وفرق كتير قوي متأجل لها ماتش واحد عندنا ضابل في الجارة 31 هيلعب بيرنلي وافرتون عندنا ضابل كبير في الجارة 33 ضابل كبير تاني في الجارة 36 وتلاتين واتوقعات بضابل ماتشة او ماتشين كده في الجولة 4 و 5 و 7 و 30 افكر ازاي والوالد كارد او اعمل ايه انا في رأي ان في رأي ان في رأيك لو وصلت دلوقتي بشكل كويس وانت معاك لسه ممكن تتقل على والد كارد اصلا للجولة 34 كمان تماشي في رأيك الجولتين الجايين عادي وفي الجولة الثلاثة وتلعب في 34 تلعب والد كارد وتقدر تكمل به اخر اربع او خمس جولات وكمان هيفيدك عشان تلعب في الجولة الستة وتلاتين لو في ايه داك ما تسمحش عادي جدا تلعب والد كارد الوقتي وتأمن نفسك على الجولات اللي جاية بس هيكون عندك مشكلة ان ماتشة الجولة الستة وتلاتين مش هتبقى محددة بشكل نهائي